اشتركوا في القناة كل من تابعه اليوم قبل المباراة حفل افتتاح حافظت به قطر على هويتها الحضارية العربية الإسلامية وقدمت احتفالية مميزة وتليق بهذا العرس العالمي الكبير بالنسبة للمباراة مع الاسف منتخب قطر منتخب البلد المنظم لكأس العالم لم يقدم الاداء المرتقب الذي انتظرته منه جماهير قطر وخاصة الجماهير العربية كانت تعقد امالا كبيرة على ظهور المنتخب القطر باداء افضل مما شاهدناها اليوم وانا لست انا فقط بل منهم اكثر دراية مني اشهر المحللين الرياضيين الفنيين قالوا ان الضغط المباراة كان اقوى واكبر من لاعبي منتخب قطر مع الاسف لم يتمكنوا من تحمل الضغط لم يتمكنوا من تجاوز رهبة البداية التي جعلت اداء قطر بالسوء الذي شاهدناه مع كل اسف كان اداءا سيئا اداءا ضعيفا تثاقل في اداء اللعبين تباطئ في نقل الكرة بين الخطوط وعدم بناء لم نشاهد بناء هجمات لم نشاهد لك المنتخب القطري هذا بطل اسيا يا اخوان هذا بطل اسيا هذا منتخب قطر الذي لعب براية كثيرة ودية لعبه في كوبا امريكا لعبه في مباراة اخرى مع المنتخبات العالمية لكن مع الاسف اليوم لم يكن في يومه المعهود ربما اقول واكرر هي رهبة البداية لمنتخب القطري لا ننسى ايضا انه واجه خصما صعبا لمنتخب الاكوادور الذي تأهل رابعا بعد احتلالها الصف الرابع في تصفية امريكا الجنوبية بعد كل المنتخبات البرازيل وارجنتين والارغوين المنتخب الاكوادور المنتخب قوي هي مشاركته الرابعة في تاريخ مشاركة في المونديال من اسمه القطر هي المشاركة الاولى يشاركه بصفته البلد المنظم هي فقط نعم هي رهبة البداية هو الضغط العالي ضغط كبير جدا المشاركة في مسابقة كبرى من حجم كأس العالم ضغط الجماهير كل الانظار كانت مسلطة على لعبي المنتخب القطري ربما حتى لو ان المدرب فيليكس سانجيز حاول ان يخفف هذا الضغط لكنه ربما عجز او فشل امام قوة الضغط وعدم قدرة لعبي منتخب القطري على تحمله وعلى محاولة لعب الكرة وتقديم الاداء المحهود عليهم مع الاسف شهدنا ان المنتخب الاكوادوري وجد سهولة بالغة في الوصول لشباك قطر في الشوطى الاول حسم المباراة بهدفين وكان سألك الغلة قد تكون اكبر من ذلك في الشوطى الثاني حاول المنتخب القطري على استحياء وعلى خجل نقولها بكل صراحة ان اجاد المنتخب اي منتخب عربي ان قدم اداء مميزا نقول انه قدم اداء مميزا وان لم يقدم ذلك الاداء نقولها بدون مجاملة وبدون وغة خشب المنتخب القطري كان سيئا جدا اليوم لديه امكانيات لديه لاعبين مميزين لم يظهر اي لاعب المستوى المعهود عليه في منتخب قطر اقولها نعم قلتها في هذا الفيديو وفي العنوان هي رهبة البداية وضغط كبير كان على اكتاف وعلى اقدام لاعب المنتخب القطري ادى الى هذه الهزيمة في مباراة الافتتاح وللامانة واذا عدنا لتاريخ فلاهية لاول مباراة يخسر فيها البلد المنظم مباراة الافتتاح باقي المباراة كان دائما اما يفوز المنتخب المنظم او يتعادل مع الاسف كنا نتمنى فوز المنتخب القطري لتمهيد وتسهيل عبوره الى الدورة الثانية الان تعقدت بشكل كبير منتخباء السينيغال والهولندا منتخبين قويين وسيواجههم المنتخب القطري في المباراتين المقبلتين نتمنى له كل التوفيق امام هدين المنتخبين ربما قد يظهر بوجه مغير لما ظهر امام ايكوادور على كل حال قطر اجادت وتميزت في تنظيم وفي الحفل الافتتاح لكن كرويا وعلى ارض الميدان خسرت الرهان امام الايكوادور نتمنى لقطر الحظ الجيد والمميز في مباراةها المقبلة امام السينيغال وهولندا نتمنى التوفيق الجيبية عن منتخبات العربية منتخبات سعودية وتونس والمغرب ونتمنى نجاهد مباراة في المستوى العالي في هذا المنضيال الذي بدأ بشكل رائع جماهيريا ونتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته